وكشف تقرير لمعهد أمريكي أن العواقب الاقتصادية للمأزق السياسي الذي يشهد العراق في الوقت الحالي لن تكون في مصلحة الكتل السياسية المتناحرة ولا في مصلحة الشعب العراقي لأنه يؤدي إلى تصاعد كلفة الإصلاح الاقتصادي بدليل أن أكثر من ثلث الشباب ليسوا في مقاعد راسة ولا في العمل ولا في تدريب وأوضح التقرير الأمريكي أن هذا الأمر أدى إلى أضعاف احتمالات اعتماد موازنة عملية وفعالة وإلى عرقلة ما تم تحقيقه من تقدم ضروري في مجالات الانفاق على البنية التحتية وتأخير المساعي الهدفة إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية عاجلة وأشار التقرير إلى أن الدعم الدولي كان عاملا رئيسيا في دفع العراق من أجل تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 لمعالجة الفجوة في توزيع الثروات والدخول وتمهيد الطريق للانفاق على احتياجات البنية التحتية والتي أخمدت زخمها ظروف عدم الاستقرار السياسي في ظل رفض الكتل المتنافسة حل النزاعات الحد المتعلقة بتقاسم الإرادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر